وضع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة ورئيس مجلس إدارة مجموعة حير العالمية وضع حجراء الأساس لمجمع حير إيجبت بمدينة العشر من رمضان وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر على مساحة 200 ألف متر مربع تضم المرحلة الأولى من المجمع مصانع رئيسية بالإضافة إلى المصانع المغذية بتكلفة استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار يوفر المصنع ألفي فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من المتوقع أن يبدأ الانتاج في الربع الأول من العام القادم بطاقة انتاجية سنوية تبلغ مليون جهاز بمكون محلي يتراوح من 60 إلى 70% ترجمة نانسي قنقر